موسيقى الله يعني الغمة اللي احنا فيها دي والعالم فيها تعدي على خير بس تحافظوا على نفسكم يعني على قد ما تقدروا اوكي يعني نراعي شوية ان احنا لو مش مضطرين ننزل بلاش ننزل معلش انتو زهقتوا صدقوني انا حسى بيكو جدا بس اللي مضطر فقط يعمل حاجة هو اللي ينزل انما اللي مش مضطر ياريت يقعد في البيت البيت امان حاليا حد ما ان شاء الله اللي همه دي تمشي على خير وكده وكده ان شاء الله الدنيا هتفتح سنة سنة وهنبدأ نتعامل بس يعني الكلفزات مهمة الكمامات مهمة عشان نحافظ عليكم وربنا حافظ علينا جميع اخبار الدنيا ايه بعد ما تأجلت لمدحانات اسبوعين طبعا يعني شكر للساد الوزير عشان عارف ان كل حضراتكو كل ولادنا ما حد تذاكر حاجة في رمضان فعندوكو فرصة ان انتو اللي زهق واللي تعب واللي مل يبدأ يشد كده ويبدأ من جديد يشحن طاقة كده خلينا نخلص بقى على خير السنة دي اوكي ان شاء الله ربنا معاكو واحنا النهاردة جايين علشان نشتغل معاكو حاجة مهمة جدا كلنا او كل ولادنا يعني قعدوا يبعتون على انتو عارفين عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها اصدقاء برنامج سر التفوق للغة الفرنسية ودي تشمل من اول اولى سنوي لحد سنوي عام فكان الضغط كل الفترة اللي فاتت على يا مدام نسينا الاملات يا مدام انا ضايع في الموضوع يا مدام مش بعرفكت بموضوع يا مدام يعني الامل يعني ممكن نعمل جملتين في واحدة فعندي اسئلة كتيرة جدا قلت اول حلقة لينا ان شاء الله هنبدأ نجاوب على كل الاسئلة بتاعت الامل والسيجي دكار وهنشوف هو الامل حاجة بسيطة جدا هي تلت جمل هنشوف هنكتب ايه وهنفتكر مع بعضينا شغل الوحدة الاولى كل النهاردة شغلنا الاملات والسيجي هيبقى على الوحدة الاولى ان طبعا هي دي الوحدة اللي احنا بدأنا بيها من زمان جدا وانسناها وفي كلمات كتيرة وقعت مننا دكار ان شاء الله النهاردة نفتكر مع بعض طب اهم حاجة في المال ايه اهم حاجة في المال ان حضرتك تقرى الكونسيني كويس قوي يعني راس السؤال طالب منك ايه وتشوف يا ترى طبعا عندي تلت اسئلة كل سؤال ايه اداة الاستفهام بتاعته علشان اعرف اجاوب عليها بيسأل عن مكان يبقى لازم ارد بمكان يسأل عن شخصية لازم ارد بشخصية يسأل عن مثلا متى يبقى لازم ارد بمعايد دكار يبقى هقرأ كويس هحلل كويس علشان اجاوب صح تمام لو انتو فاكرين طبعا اني تاي انا كانت بتتكلم كلها التلاتة اللي صان كانوا بيكلموا على ال سبار فعندي انواع رياضات كانت كتيرة جدا وجديدة تماما في حاجات جديدة خالص محدش كان يعرف في الكانيونينج والغافتينج والحاجات كتيرة جدا زي بادمانطان صح ففيه كانت كلمات كتيرة طبعا عشان بقالها كتير فاحنا ممكن نكون نسينا والسبار اكستخام والسبار كلاسيك وكمان السبار انديفيدوال مع سبار كاليكتيف كلمات كتيرة كده هنبدأ نخطها ونجاوب عليها في الاميلات اللي عندي يلا نبدأ مع بعض الكانسيني بتاعي هيقول لي répondre أسمال بار 3 فراز كامبلت répondre يعني أجب أسمال طبعا عن هذا الاميل بار 3 فراز كامبلت و3 يعني 3 جمل وكلمة فراز كامبلت نحط تحتها خطين هنا فراز كامبلت يعني في جمل كاملة والجمل الكاملة يعني سجي ذرب كامبلمان فاعل وفاعل ومفعول ومنساش البوان آخر الفراز طيب أنا طبعا الاميل بتاعي بيبدأ بكلمة سالو اللي هي تحية هاي ازايك أبدأ بقى كالي تانس بار بريفيري سؤال بسيط جدا وطبيعي بيتكلم على الرياضات فكالي تانس بار بريفيري كال هنا هذا استفهام مهم قوي في ناس من ولادي كانت بعتالي الفرق بين الكال والكوا والكاسك عشان هما بيتلغبطوا الكاسك يعني ماذا والكوا برضو يعني ماذا أو ايه بس دي ليها يعني شوية تحس ان هي زي العربي يعني مثلا لو حد قال لي ايه جو فيديو غافتينج فأيقولي ايه الرافتينج دا فالرافتينج دا بفرانسية يقولي لغافتينج سكوا يعني ايه تمام فكوا هنا نخليها كأننا بالبلد كده يعني ايه أما الكل بمعنى ما أو اي دي ديها معنى صريح دي كده ما أو اي فكالي تنسبار بريفري ما رياضتك المفضلة دكار الرياضة اللي انت بتفضله دي كده اول كستيان تاني كستيان أو تو بخاتيك هنا براتيك يعني تمارس الناس اللي نسيت فرب براتيكي يمارس وخلي بالك ان الفرب براتيكي لازم يجي بعديها سبار معرفة يعني قابليها للا الاباستراف أو لي وممكن يبقى س ست س واحد من أدوات الإشار أو صفات الإشار دكار يبقى أو تو بخاتيك سو سبار انت بتمارس الرياضة دي الو طبعا يعني برافو عليكم انتوا جاوبتوا قابلي مني ويعني اين فاين انت بتمارس هذه الرياضة طيب ممكن كمان بدل الو هنا يقول لي كمبيان دفوا يعني ممكن بدل الو هتلاقي المال جاي يقولك كمبيان دفوا كمبيان دفوا يعني كم عدد المرات كم مرة تمام يبقى كمبيان دفوا تبخاتيك سو سبار انت بتمارس الرياضة دي طيب سوال تالت بقى دكوا انا بزوان كل دي كده بمعنى نحتاج يبقى دكوا انا بزوان احنا محتاجين لإيه وعندي وطبعا بعد بحط فيغب على انفينيتيف تمام وطبعا قال لي ابلوس يعني ختم المال بتاعي تعال كده نشوف يبقى هنا سألني ثلاثة اسئلة الرياضة اللي انت بتفضله طب اين تمارسها وهنا احنا محتاجين لإيه يبقى اكيد ده عايز ان حضرتك بعد ما تذكر اسم الرياضة هتقول لي المكان اللي احنا بنمارسها فيه انتو طبعا عارفين ان فيه اماكن مختلفة فيه رياضات تمارس او تغان او او كلوب او استاد فيه رياضات تمارس او كور دو تنيس مثلا فيه رياضات تمارس الجيمناز فيه رياضات تمارس على بيسين وفيه رياضات تمارس او تمام فيه اماكن كتيرة على حسب الرياضة اللي حضرتك اخترتها كمان هنتكلم على لما قولي دو كو انا بزوان احنا محتاجين لإيه هنتكلم على الاكيب ما ايه الحاجات اللي حضرتك محتاجها عشان تمارس هذه الرياضة فيه رياضات بتحتاج جان جان يعني الجوانتي او الجلافز اللي انا بالعب بيه زي الباكس مثلا طب فيه رياضات مش بحط حاجة في ايدي بس بلبس كيمونو كيمونو طبعا اللي هو الزي الرسمي بتاع الجو دو والكاراتي طيب فيه كمان حاجات او رياضات محتاجة كاسك زي الفلو مهم جدا ان انا وانا بسوق الدراجة بتاعتي السيكوريتي بتاعتي اماني او السيفتي بتاعتي ان انا لازم اكون حتى كاسك تمام خوزة على دماغي عشان بعتشر لو حصل حاجة واعت كده ولا كده دماغي ما تتقصرش فايزا حضرتك لازم تذكر الرياضة وتذكر مكانها وكمان تذكر الايكيبما اللي هي الادوات المستخدمة في هذه الرياضة دكار طب تعالا بقى نتكلم احنا حاولنا نجاوب عن السؤال ده بكذا حاجة على اساس نفكركم طبعا هنا الرد هيبقى اول حاجة فيه سلو يبقى سلو لما يقول لي ايه الرياضتك المفضلة قدى اقول له والله جي بريفاغ لتنيس انا بفضل التنس ونفتكر مع بعض بريفاري امي ادوري براتيكي لازم يجي بعدهم تعريف افضل ال احب ال امارس ال دكار يبقى جي بريفار وقوم حط التعريف بتاع الرياضة انا بفضل هنا التنس تعالي فاكر التنس بتلاعب فين؟ تعالك انا نفتكر مع بعض ونفتكر حاجة تانية كمان جي جو ألعب فاكر يلعب يجي بعده ايه؟ تمام يجي بعده مجموعة من حروف الجر اللي هي ال او والقالة والاقالة بستخاف والاو ايو ايكس لو اللعبة جمع بلعب ب لازم يكون في حرف جر بعد يجوه خلاص؟ تايب يبقى جو جو تانيس انا بلعب تانيس سور لكور دو تانيس ادي كده المكان بتاع التنس المكان المخصص لرياضة التنس اللي هو ملعب التنس بفرانسي اسمه سور لكور دو تانيس دكار؟ طب ممكن ازود اكلب في ملعب او على ملعب التنس في النادي تمام؟ يبقى كده اول سؤال جو بريفر لتانيس تانيس سؤال ادي كده المكان اللي هي جو جو تانيس سور لكور دو تانيس او كلوب طيب لو قال لي كام مرة بدل ما يقول لي المكان يقول لي كام مرة بتلعب تانيس هارد اقول له ايه هقول له انا بلعب تانيس مثلا مرة في الاسبوع هقولها ازاي هقول انا بلعب يبقى جو والعب هتبقى او يعني جو جو او وقم حطى تانيس عادي جدا عايز اقول مرتين مرتين اسمها دو وقم حطى كلمة فو كده دو فو مرتين برسمان كلمة في الاسبوع اسمها باغ وقم حطى سمن ده في حالة انه هو شال المكان ودني السؤال التاني انت بتتمرن كام مرة تانيس انت بتمارس التانيس كم مرة في الاسبوع تمام يبقى هنا لو قال لي المكان انت بتلعب فين هقول له انا بلعب تانيس يوغل كو دو تانيس لو قال لي انت بتلعب كم مرة تانيس في الاسبوع هقول له جو جو او تانيس دو فو بارسمان انا بلعب تانيس مرتين في الاسبوع تمام طيب اهم حاجة بقى السؤال التالت اللي هو بيتكلم على الاكيبمان اللي هي دو كو انا بزوان احنا محتاجين اللي ايه هنقول بوغ فاق دو تانيس اه خلي بالك هنا احنا بنلعب هنا عشان نقول لك عشان تمارس التنس حطنا فرب الفرب ده اسمه فار الفار ده مختلف عن براتيكي او بريفري ومختلف عن جو مختلف في ايه بقى ان بعد فار بيجيلي مجموعة حروف جر مختلفة اللي هي العيلة بتاعت دو يبقى فار دو فار دل فار دا الفصر او فار دي تمام يبقى فار لازميجي بعدها العيلة بتاعت ال دو يبقى فار دي تانيس عشان انا امارس التانيس انا بزوان احنا طبعا حطينا هنا ا زي ما هو قال لي بظبط احنا محتاجين لايه دي こ انا بزوان هقولو أنا بزوان احنا محتاجين طبعا التانيس مش بتلعب ببالان صح هنعرفين البالان اللي هي الكرة الكبيرة اللي بلعب بيها الفوت والباسكات صح انما هنا التانيس بتلعب ببل يبقى أنا بزوان دي بال بال اللي هي الكرة الصغيرة وطبعا دي راكات مفيش تانيس من غير راكات صح اللي هي المضارب ممكن احط الباسكات او لا بس يعني عموما هنا للتأكيد انا محتاج ضارب ومحتاج بل ومحتاج طبعا هزاء رياضي يكون الاستيك ومحترى واكيد محتاج الكور ومحتاج فيه ليه؟ محتاج الشبكة بتاعت التنس الارضي صح كده؟ يعني ممكن اكتب حاجات كتير في الاكيب مال لو انا اعرف لو معرفش اكتفي بكلمتين اعرف اكتبهم حلو جدا اللي هم اهم كلمتين عشان العب تنس محتاج كورة صغيرة ومضارب يبقى انبال ادغاكات وبي باي 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 اللي اكتلوس فيه بربلم؟ ان شاء الله مفيش بربلم كده فتكرنا ان التنس بنلعبه على الكوغ دي تنيس ومحتاجين الاكيب مام بتاعته انبال ودغاكات دكار؟ طيب تعال نرد لو قال لي نفس الاسئلة ايه رياضك المفضل وبتلعبها فيه وكمان محتاج ايه عشان تلعبها هنا ممكن نقوله بقى مانسبار بريفري هنا مانسبار بريفري يعني رياضتي المفضلة هنا مانسبار الرياضة بتاعتي وهنا بريفري جاية بمعنى المفضلة هنا بريفري مش فعل هنا بريفري صفة ودي كلمة بتلعبط لسه ولد كتير قوي من عندي وليا مادام ايه الفرق ايه بريفري بمو شرطة دي ما فياش ما نسمعش شرطة اسمها اكسان تمام والاكسان دي على ال ا هي اللي بتفرق الفعل ده صفة او فعل يعني كلمة بريفري هنا لو فيه اكسان في الاخر على ال ا اصبحت صفة بقت مفضلة تمام او لو من غير بقى ال اكسان تجو دي هتبقى ايه هتبقى برب اللي هو يفضل عادي جدا فقدي كده حاجات بسيطة بس تختلف تخلي المعنى يختلف تماما باكار يبقى مانسبار بريفري هنا رياضتي المفضلة باكار سي لفوتبال رياضتي المفضلة تكون دي الكور طبعا الكورة دي ده اللعبة البابولار الشعبية نموان في العالم كله يبقى رياضتي المفضلة هي كورة القدم وبعدين اقول له يبقى جو بخاتيك لفوت انا امارس الفوتبال دي فين بقى يا اما او كلوب يا اما استاد لو انا مامبر ديكيب مثلا انا عضو في الفريق فريق رياضي سواء بتاع المدرسة فبلعب في الاستاد بتاع المدرسة او في فريق كبير نادي فبلعب في الاستاد عندنا مبرايات فبنتدرب في الاستاد وبنلعب في الاستاد او سور لتغان وده طبعا اغلب الشباب اللي بيدربوا كورة كورة قدم من اول مثلا يعني نعومة اظافره في النادي بيروحوا التغان تمام يبا جو تحطيك لفوت انا عمارس كورة قدم يأما او كلب يأما او ستاد يأما او سور لتغان ولو بردو قال لي كم مرة كم بيان دفع ممكن يقول لي كم بيان دفع تحطيك او كم بيان دفع تتغان يعني كم مرة انت بتدرب او كم مرة انت تمارس لعبت كورة القدم تحطيك في الاسبوع حبدأ مثلا اقول له دفع او تسكر ايام او سبوع مثلا جو مانتخن للندي اللى جودي انا بتدرب اثنين وخميس جو مانتخن ديمانش لندي اماردي انا بتدرب حد واثنين وثلاث يعني انت ممكن تذكرهم كأيام او سبوع او تذكرهم كعدد جو مانتخن دفع ترافع دي جور ترا جور او كمان تذكر الايام برحتك خالص كل واحد يعبر عن نفسه بالطريقة اللي تريحه بالطريقة اللي يعرفها مهم تكتب كويس وتكتب صح ماشي يبقى جو بحتيكة لفوت أو كلوب أو أستاد أو سور لتارين ادي كده اجابة بتاعت السؤال التاني تعال بقى اجابة السؤال التالت بور براتيكة الفوتبول عشان امارس رياضة الفوتبول انا بزوان نحتاج للناس اللي ما كانتش معانا في أول مال ودخل دلوقتي حالا تتابعنا نقول لها انا بزوان يعني احنا محتاجين محتاجين ايه بقى لسا قالين حالا كرة القطن بتلعب بأي كرة كرة كبيرة ولا صغيرة لا كرة كبيرة يبقى الكرة كبيرة اسمها ايه ابلو تمام طيب وطبعا محتاجين اما يو هنا اما يو اللي مش فاكر اللي هو الزي الرياضي او زي الفريق يا اما زي رياضي يا اما زي فريق دكار كل يعني شاك اكيب اصن مايو كل فريق له الزي بتاعه تمام يبقى نقول تاني عشان نمارس رياضة الكورة انا بزوان ده بالان ايه ده مايو محتاجين كورة قدم كورة كبيرة ومحتاجين اما يو يعني زي الزي اللي بنلعب بيه هذه اللعبة دكار وطبعا بنختب بأبلوس ادي كمان نوع اجابة كده عرفنا الكورة اسمها الفوتبال اللعبة الشعبية بنلعبها فين ممكن نلعبها سير لوتران او استاد او وعشان نلعبها محتاجين حاجتين مهمين محتاجين امبلان كورة كبيرة محتاجين اما يو طيب لو انا هرد على برضو المال السابق بحاجة تانية الرياضة المفضلة واين تمارسها وايه الحاجات الادوات اللي محتاجها عشان تمارسها هنا الكلام على ايه most part preferé le ping pong انا هنا رياضتي المفضلة تكون ايه بقى الping pong ping pong اللي هو التنس طاولة وفيه ناس ممكن تطلق عليها التنس دو تابل تنس طاولة تمام بعد كده هبدأ دي كده الإجابة الأولى انا اخترت اتكلم على الping pong دي رياضتي والجيم وعلي بالك على المفضلة او التنس الطاولة بيتلاعب في اي مكان في الجيمناز تمام مش اكور دو تانيس ومش سور لتارين تمام يبان راعي ان البنج بتلاعب في الجيمناز وهنا اللي ناسي او اللي لسه داخل مش عارف هنتكلم في ايه احنا بنراجع الافعال المرتبطة بالسبار وكل فعل بياخد ايه كأدوات قلنا بريفيري وامي وبراتيكي بياخدوا تعريف اما جوه ياخد حروف غر اللي هي الا والا والالا اما فاق هيجي حرف غر تاني لو العلا بتاعت الدو والدو والدلا تمام يبان جو جو طبعا بينج دي رياضة مذكرة فالمذكرة هياخد او جو جو او بينج بانج او جيمناز ها بور جوه قلنا بعد بور لازم احط verbe على انفينيتيف او اتنسى جو جو او بينج انا بلعب بينج او بور جوه او بينج علشان قلعب بينج بانج انا بزوان احنا محتاجين ده بقى الاجابة التالتة احتى محتاج ايه عشان تلعب بقى تنس تولا ها تنس تولا بتلاعب بكورة صغيرة ولا كبيرة لا صغيرة يبقى اسمها ايه اسمها امبل صح وقبل البل محتاج ترابيزة مش هي اسمها تنس تولا يبقى محتاجين انتبل وكمان محتاجين انبل وانفيل اللي هي الشبكة دكا يبقى محتاجين ترابيزة وشبكة وبل وكمان ايه وكمان براكات ماشي انا كتبتش طبعا الراكات على اساس احنا كتبناها قبل كده في التانيس فانت كده تعرف تكتب كلمة ركات بس احنا طبعا لازم نقولك تنس تولا محتاجين تبل وبل وفي ليه هنطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل ورجعنا لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم على رياضة كتير منها بيحب يمارسها لانها بسيطة وجميلة جدا ومليانة اكتيبيتي لالبينج بونج او تنس تولا قلنا من ضمن الحاجات هنا كان المال بتاعي للي ما كانش متابعنا كان عندي مال بيقول لي ايه رياضتك المفضلة اين تمارسها وماذا نحتاج لممارسة هذه الرياضة هنا قلنا مال سبار بريفيري الو بينج وممكن اقول على طول جو بريفير لبينج بانج عادي جو جو او بينج او جيمناز يبال بينج بانج بيتلعب في الجيمناز محتاج ايه علشان امارس البينج بانج يبقى برجو او بينج بانج او بوزوان او جون تابل وانفيل وانبال وطبعا دراكات ترابيزة وشبكة وكورة صغيرة ومضربين طبعا مش مطلوب ان حضرتك تكتب حاجات كتير لو تعرف اكتب ما تعرفش يبقى الاسهل والاسلم كلمة بال حاجة بسيطة وتفتكر ان هي مؤنسة يبقى دون يعني احنا محتاجين لازم انا بزوان لازم احط في دو انا بزوان دون بال ممكن اقول اون تبل او اون بال ودراكات او اون تبل ومثلا اون بال ان فيلي ادراكات تمام شوف كده اللعبة التانية على نفس المال اللي بيسألني ايه الرياضة اللي انت بتفضلها واين تمارسها وانحتاج ايه عشان نمارسها هنقول هنا هنا لاناتاسيان اللي مش فاكر يعني السباحة يبقى دي كده لاناتاسيان انا افضل السباحة ممكن نشيل بريفير ونحط حاجة تانية زي جا داغ او جم او جو بخاتيك اه طبعا انا امارس السباحة انا بحب السباحة انا اعشق السباحة انا افضل السباحة الفعل اللي حضرتك تعرف تشتغل عليه اكتبه يبقى جو بريفير لاناتاسيان اتفقت معك من شوي برب بفير بيجي بعدي عيلة من حروف الجر اللي هي الدو نخلي بالنبقى السباحة هنا مؤنسة فهنا جو في دو لاناتاسيان انا هنا امارس السباحة جو في دو لاناتاسيان فين بقى ياما دون لابسين ياما او كلوب ياما ممكن ادمجها مع بعض في البسين في النادي دون لابسين او كلوب ياما او المار تمام حضرتك بتروح على شاطئ البحر علشان تمارس السباح ياما في البسين دكار طيب تعالى بقى كده انا جاوبت على السؤال الاولاني اللي هي اسم رياضة اللي انا بفضلها وكمان السؤال التاني اللي هي بتمارس في ناقس ايه ناقس اقول له pour pratiquer la natation عشان امارس السباح يبقى خلي بالك هنا pratiquer فعشان كده في تعريف je pratique la يبقى pour pratiquer la natation نحتاج ايه بقى انا بزوان نحتاج الى اما يو دوبا اللي هو ازاي الرسمي بتاع السباحة مايو ايه ديليونات وكمان نضارات عشان الميا الملحقة والميا اللي فيها كلار مش تدخل تأزي يعني يبقى اما يو دوبا ايه ديليونات كلمتين بساط جدا فمش ايه مشاكل خالص وطبعا ابلوس يبقى انا كده كلمت عن السباحة وقلت بتمارس فين وقلت ازاي الرسمي اللي انا بستعمله وانا دعون صح تعال نشوف لعبة تانية هنا لما يقول لي برضو ايه رياضتك المفضل وانت بتلعبها فين الرياضة دي ومحتاج ايه بقى هنا هقو جو بخاتيك لكیتاسيان فاكر لكیتاسيان لكیتاسيان يعني الفروسية دي رياضة الفروسية يبا جو بخاتيك لكیتاسيان سي ما باسيان ده شغفي ده عشئي كلمة باسيان دي بقولها لحاجة انا بحبها جدا شغف او عشق انا بعشق الفروسية دي ممكن نقولها او لا يعني اللي بش بعرف فيك تبقول يا مامو انا لازم اكتب الجوم لك زي ما حضرتك كتبتها قالوا لا خالص حضرتك كل واحد يعبر عن نفسه بطريقته ممكن تقلق براتيك الإكتاسيان وتقف أنا لي تبقى الفرس كمبلت سيجي مرسي بس تعالوا بقى جوفي دي الإكتاسيان تفقنا برب فار هيجي بعضيها العيلة بتاعت الدو هنا الدو هتبقى دي الاباستخاف عشان إكيبما pardon الإكتاسيان أو الافايل يابا جوفي دي الإكتاسيان يا إما أو كلب يا إما على كمباني في النادي نادي الفروسية أو نادي بتاعي في جزء الفروسية تمام يعني في سباس أو على كمباني في الريف دكار طيب يابا جوفي دي الإكتاسيان يا إما أو كلب يا إما على كمباني دا كده السؤال التاني تعالوا بقى السؤال التالت إحنا محتاجين إيه عشان نمارس هذه الرياضة يبقى pour faire de l'équitation برضو عشان أمارس l'équitation اللي هي الفروسية انا بزوان إحنا محتاجين مفيش فروسية من غير حسان صح؟ يبقى إذن أول حاجة وأهم حاجة عشان أمارس الفروسية محتاج أن شفال يبقى pour faire de l'équitation انا بزوان دان شفال دان كاسك مهم قوي برضو إن حضرتك تكون لابس الكاسك على دماغك علشان بعد الشر لو قعت برضو دماغك ما يحصل لهاش حاجة يبقى كاسك وشفال دول حاجتين مهمين جدا جدا دكار وطبعا فيه سالوفو وفيه أبلوس تحت والدنيا تمام التمام دكار طب كده إحنا اتكلمنا معاك في كذا رياضة فكرناك l'équitation يعني فروسية بتمارس فين وبتمارس الحاجات المهمة ليه وتكلمنا عن البينج بانج وتكلمنا عن التينيس وتكلمنا عن الناتاسيان وتكلمنا عن الفوتبال تمام طبعا فيه رياضات كتيرة جدا 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 تانية أنت خدتها طبعا كل واحد بقى يعني لو شاطري حاولوا إن انتوا على نفس النمط اللي احنا اشتغلنا عليه ده تشوفوا الرياضات التانية احنا ممكن نتكلم عنها ازاي بنمارسها اسمها مثلا اختار زي محتاج ايه للكانيوننج وممكن تمارسوا فين الرافتنج الدلتا بلان السكي الدانس شوف الباتيناج شوف حضرتك كل واحد فيك وبيحب ايه وحتى لو مش بيحب نفسه ان هو يعني يعرف يتكلم عن رياضات كتير ده الولادي اللي بيقولولي انا ضايع ما فيش حاجة اسمها انت ضايع انت جميل وانت شاطر بس خد ثقة في نفسك كده شوية اي كتاب عندك كتاب مدرسة كتاب يعني اي كتاب تاني عندك عنات سورس كتير قوي مصادر كتيرة جدا ان انت تفتح وان ان انت تقرأ وان انت تتعلم وتعلم نفسك حتى نوع من نوع يعني information general يعني معلومات عامة اعرف اذا اسماء الرياضات اللي عندك دي حاول تعمل جوجل انج عليها وتشوف اعمل جوجل en france ودخل مثلا يطلع لك حاجات احنا عندنا وقت كتير جدا ممكن نتثمره صح قوي احنا نثقف نفسنا وان احنا يعني نحاول ان احنا نعمل مثلا في فارتشال كده يعني نحاول نحن نفكر ان شاء الله لما الدنيا تفتح كده هسافر هعمل كذا نفسي ألعب كذا وخد خطوات ان انت تتعلم عن الرياضة اللي نفسك تمارسها ماشي كلام ليكو كلكو بنات وولاد تعالوا نشوف المال التاني برضو نجاوب على المال ده بتلات جومة الكاملة اولها يعني بيسلم علي ها كال سبور زي بتاعك ايه هل مثلا اللعبة بتاعتك لازم تلبس لها حاجة معينة هو اللي بيسألك عنده دكار يبقى الرياضة اللي انت بتمارسها وفين بتمارسها وايه الزي او اللبس اللي حضرتك لازم تلبسه عشان تمارس الرياضة دي ده برضو سؤال تاني اتفقت معاك النهاردة بنتكلم على يعني بنغطي كل تعالوا تعالوا ما نشوف كده اللي بيجاوب قال لي معروفة الكاراتي فيش حد ما عرفش الكاراتي رياضة الكاراتي معروفة تعالوا يبقى جو في ديو كاراتي قولنا لازم يجي بعدي حرف جر وهنا حرف الجر مذكر عشان الكاراتي مذكر يبقى جو في ديو كاراتي ويجب خاتيك لكاراتي ها انا امارس الكاراتي فين يا ترى في الجيمناس تمام يعني اذا انا ببدأ يعني دماغي اهو بتبدأ ترتب الكاراتي كمان بيمارس في الجيمناس ماشي يبقى دا كده بتمرسو فيه تعالوا بقى بقى لازم يجيب خاتي علشان امارس الكاراتي هنا بورت زي ماتر يعني ممكن اقول جو مي انا بلبس او اقول جو بورت ان كيمونو الاتنين زي بعض تمام عشان ممكن بس حد يقولي مادام اصلي في المال قلي تومي ازي حضرتك تقولي لي جو بورت ده زي ده تمام اللي فاكر مي وعرفه هيحطه اللي مش عارف وفاكر برب بورت وعرف انه هو مجموعة اولى وهو بيستسهل يشتغل على افعال المجموعة الاولى يقول جو بورت لاتنين زي بعض دكار يبقى جو مي او جو بورت ان كيمونو طبعا معروف الكيمونو اللبس زي الرسمي اللي قلنا الجودو والكاراتي والتايكوندو وكل الالعاب بتاعت الدفاع عن النفس وطبعا سالو فوق وقابلو اس تحت ها سهل انا بنبدأ نزبط اهو عرفنا كمان ان الكاراتي لازم يتلبس له كيمونو وبيتلعب في الجيمناز دكار طب تعالي نشوف اللي بعده حد قال لي ايه با حد قال لي جو بخاتيك الجيمناستيك انا بلعب الجامباز الجيمناستيك اللي هو الجامباز طب وجو لبخاتيك اللي دي عيد على ايه شاطرين برافو عليكم هايلين اللي دي عيد على جي الجامباز يعني هنا اول جملة خالص اللي هي الرياضة اللي انت بتمارسها قال لي انا بمارس الجامباز وجو لبخاتيك شال بقى الجامباز وحط سي او دي بالزبط اللي هي مفعول عيد عليها هنا الجامباز كلمة مفرد مؤنس فشال وهم حط لا حط لا قبل فر يبقى جو لبخاتيك بقت بالمصري امارسها برضو والجيمناز والكلب في الجيمناز في الكلب تمام في المكان اهو ده كده المكان اللي هو الجيمناز والجيمناز في النادي فور براتيكي اعلمت عن رياضة لطيفة جدا اسمها الجامباز والجامباز بيتلعب عرفت ان هو او افتكرت ان هو بيتلعب في الجيمناز وعلشان العب جامباز بحتاج اما يو دي جيمناستيك تمام نشوف ايه كمان اه الشباب هيحبوا دي اوي حد رد قال لي جو في ديو فيلو انا بقى مارس رياضة الدراجات جو في دي كده ديو فيلو رياضة الدراجات جو في ديو فيلو بعد براتيكي بيجي تعريف انا امارس رياضة الدراجات سور لا بيست سيكلابل ها فاكر البيست سيكلابل تانية سانوي اللي هو الممر الخاص بالناس اللي بيمشوا بالدراجات بتاعتهم بيست سيكلابل الممر الدراجات وفور براتيكي سو سبار علشان امارس هزي الرياضة ها جو بارت برتدي او بلبس ترتدي ايه بقى قلنا اين كسك لازم كسك عشان الخوز عشان حماية راسك ودي جو لازم يكون في جوانتي في ايدك ودي باسكات طبعا مش هينفع سوق الدراجة بتاعتي من غير باسكات صح من غير ما يكون معايا حزاء رياضي الاستيك عشان على البدال كده يعني ايه يشتغل كمان صح يبنا كده افتكرت كمان رياضة الدراجات اسمع الفيلو ممكن اقول وممكن اقول سيكليزم دي اوكي ودي اوكي يبجو فيديو فيلو انا بمارس مثلا سبقى الدراجات او رياضة الدراجات وبمارسها فين على في المكان المخصص للمش بالعجل وعلشان العب بالعجلة او امارس هويتي ان انا اه العب سبق دراجات محتاج ان انا كسك على دماغي علشان الحماية وجام في ايدي وكمان بسكت دكار تعال شوف المال الجديد بيقول لي ايه برضو جايوب على المال ده بدلت جمال كاملة سالو بدأ بالهاي والسلام تيو يب بور و كامت لس بار اكست خام اه ده بقى حاجة محتاجة وقفة لا مش محتاجة فاكر بور هتقول لي هنا من اجل هقول لك اوكي بس هنا مش بعدها فرب هنا تيو بور انت مع مع فاكر سبار سبار يعني رياضة او هنا طبعا جامع هتبقى رياضات اكست يعني عنيفة هل انت فور هنا يعني مع وهنا طبعا الو يعني او بخيارك و كانت يعني ضد تيو فور و كانت لس بور كوا بور كوا يعني لماذا بعد كده كان سبار تيو براتيك الرياضة اللي انت بتمارس دي جات كتير في الميليات السابقة فخلاص تفهمت دي الجملة دي سليمة نفياش مشاكل بالنسبة لك عدد ايه الرياضة اللي انت بتمارس انما الجديد شوية اللي بحتاج وقفة هل انت مع او ضد الرياضات العنيفة ولماذا فده سؤال يعني منفصل متصل انت مع او ضد ده اول سؤال ليه يبقى هنا الاتصال جاي ان انت لازم تقولي رأيك ايه انت بتفكر ازاي في الرياضات العنيفة يعني لما قولك مثلا لو قلتلك التشاس انا شايف عن التشاس رياضة عنيفة وان كانت يعني دي رياضة الملوك من زمان جدا اللي هي الصيد البوكس الكيك باكسنج الرافتنج الكانيونينج الحاجات القوية قوي اللي فيها مغمرة والاسكالد فيها خطورة انت معا ولا انت ضد وليه على ما ما نشوف الاجابات المحتملة وانت جهز كده في دماغك انت مع او انت ضد طبعا الشباب هتلاقون في منطقة الحماس انا بحب انا عايز انا عايز اجرب ان شاء الله الدنيا تفتح وتنزل تجرب كل نفسك فيه يلا طبعا هنرد نقول مو مو من حضرتك ايه ايه يعني اه انت ايه خطاف تاني بمعنى اقيس طبعا معنى اجرب يبقى جه في ايه هنا انا اريد تجربة انا عايز اجرب اعايز اجرب ايه بقى دام هخاف اه يعني مثلا الناس اللي تعمل براشوتينج الناس اللي راحت تروح شارمة من زمان وكده واول ما نزل فيها براشوتينج من كام سنة ففيه شباب كتير جدا جربت ان هي تعمل قفز بالمظلة وتشوف ايه بقى الاحساس طبعا وجود ختيج لقدلت بلان الاسكالات يبقى اذا اللي بيتكلم بيقول انا مع رياضات العنيفة وده ممتعة وانا عايز اجرب حاجات كتيرة وإحساس جديد وبعمل دلت تيران شروعي وكمان بعمل تسلق ده قلبه جامل جدا طيب لحد هنا خلص الوقت للأسف معاكم بسرعة ان شاء الله نكمل معاكم المرة الجاية وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وبرنامج اصدقاء سر تفوق للغة الفرنسية ومع تمانياتي ومسيو خالد طبعا ليكم بدوام الصحة يا رب والتوفيق ونشوفكم على خير المرة الجاية مارسي اورفور